أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في دعم قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية في ضوء أهميتهما في النهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير بما يسهم في تقليل فاتورة الاستراد ودعم الاقتصاد هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتشغيل قد ترتقي بمعيشة المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وخطط الوزارة على رأسها التوسع في إقامة المجمعات الصناعية في مختلف القطاعات باعتبارها محركا رئيسيا لدفع قطاع الصناعة الصغيرة والمتوسطة بهدف مضاعفة مساهمته في إتاحة فرص العمل للشباب وتعميق التصنيع المحلي بما ينعكس بالإجاب على الاقتصاد الوطني كما تطرقت الوزيرة إلى الخطوات التي تتم في إطار دعم الصادرات المصرية لافتة في هذا الصدد إلى البرامج التي تستهدف من خلالها الوزارة مساندة الصادرات بهدف الحفاظ على الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة للتصويق للمنتجات المصرية لا سيما في أسواق القارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر